بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الأحد الثالث من شهر مصر انجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع بركته علينا أمين وأنا بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد وأسجد قدام هيكلك المقدس بمخافتك وليفرح أمين 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 الذين رضعتهما أما هو فقال لها بل طوبا للذين يسمعون كلام الله ويحفظونا وإذ اجتمعت الجموع ابتدأ يقول هذا الجيل جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية ينان النبي لأنه كما كان ينان آية لأهل نواه كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل ملكة التيمن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم لأنها أتت من أقاس الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا رجال نوا يقومون في الحكم مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بكرازة يونان وهو ذا أعظم من يونانا ها هنا ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت مكيال بل يضعه على المنارة لكي ينظر الداخلون النور سراج جسدك هو عينك فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت شريرا فجسدك كله يكون مظلما انظر إذا لألا يكون النور الذي فيك ظلاما فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما يضيء لك المصباح بلا معاني اشتركوا في القناة لدى آآآآآآآآآآآآآ آآآآعaha إنجيل باكر erkt الرقم بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين يا رب من يسكن في مسكنك أو من يحل في جبلك المقدس إلا السالك بلا عيب ويعمل البر ويتكلم الحق في قلبي يا مبارك الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وفي الأحدي أول الأسبوع باكرا جدا أتينا إلى القبر وقدمنا الحنوط الذي أعددناه ومعهن نسوة أخريات فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخل ولم يجدنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وحدثا بينما هن متحيرات من أجل هذا إذا رجلاني وقفا فوقهن بثياب براقة وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبنا الحيا مع الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام أذكرنا كيف كلمكم وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدلية ويؤنا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قل لهذا للرسول فتراء هذا الكلام لهن كالهذيان ولم يصدقوهن فقام بطرس وركض إلى القبر وتطلع داخلا ورأى الثياب وحدها فمضى إلى بيته متعدبا مما كان فمصد الأه أه 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 الأه أه 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 أماما لم تموه وحيدوا عنهم لأن مثل هؤلاء ليسوا عبيد ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبكلامهم الطيب وتملقهم يخدعون قلوب السلماء لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعة نعمة ربنا يسوع المسيح معكم نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين أيها العبيد كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم لأن ما هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا لأن المسيح هو أيضا تألما عنه تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش وكان يشتم ولا يشتم وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده لكيما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسق في نفوسكم كذلكن النساء أيضا فليخضعن لرجالهن حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرة كن الطاهرة بخوف وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينة كن بل الإنسان الخفي في القلب في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد الذي هو قدام الله كثير الثمن لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي التي سرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن علمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع لكي لا تعاقى صلواتكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيته في لبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأن وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أرشاليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أرشاليم حينئذ أجاب بولوس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أرشاليم لأجلس من رب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكفر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس مرقوس البشير التلميذ الطاهر بركاته عَلَى جَمِيعِنَا مِمَّ زَمِيرِ يَا بِيْنَا دَاوُدَ النَّبِيْ بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ استمع يا رب صوتا تضرعي الرب هو عوني وناصري مبارك الرب الإله لأمنه سمع صوتا دعائي هل صوتا دعائي يَا بِيْنَا يَا بِيْنَا يَا مُبَارَكَ الْآتِ بِاسْمِ الرَّابْ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاء آدْ آمين وكان الكتب الذين أتوا من أورو شليم يقولون إنا معه بعل زبول وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فدعاهم وقال لهم بأمثال كيف يقدر شيطان أن يخرجا شيطانا وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت وإن قام الشيطان وإن قام الشيطان على ذاته وانقسام لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعتا إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيتا الحق أقول لكم إن كل شيء يغفروا لبني البشر الخطايا وجميع التجادي في التي يجدفونها ولكن من يجدفوا على الروح القدس فلا يغفروا له إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبديا لأنهم كانوا يقولون إنا معه روحا نجسا فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونا وكان الجمع جالسا حوله فقال له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك فأجابهم وقال من أمي وإخوتي ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال ها أمي وإخوتي لأما من يصنع إرادة الله فهذا هو أخي وأختي وإخوتي 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 وإخوتي